السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم متابعين في كل مكان ومكملين مع بعض سيكس. هنزاكر مع بعض لسونز تو ان سري. ان شاء الله شرحوا معكم بطريقة سهلة وبسيطة. لكن قبل ما نبدأ برجاء تعملوا لايك للفيديو. لو اول مرة تشوفوا القناة. ما تنسوش الاشتراك في القناة. يلا نبدأ مع بعض. النهاردة هناخد مع بعض لسونز. عندنا درسين. اللي هو نمبر تو ان سري. فبالتالي عندنا الفيديو مقسم الى جزئين. الجزء الاول هناخد فيه بعد ما خلص شرحه بالكامل واحل عليه. بعد كده هناخد مع بعض هنمثل البيانات باستخدام تمام? فبيرجاء انت تابعوا معي الفيديو لحد النهاية علشان نفهم الجزئية دي لانها مهمة جدا. تمام? تعالوا ناخد مع بعض اول حاجة اخدنا الحلقة الماضية البراجراف. فاكرينه اخدنا البراجراف اللي هو التمثيل البياني بالاعمدة. فاكرينه اللي هو ده. ده اسمه قلنا ايه? اسمه طيب شايفين معايا الشكل اللي قدامكم ده ده اللي في البرج اللي قبلها. شايفين معايا ده شكله كده البراجراف. كل شايفين معايا كل واحد منفصل عن التاني. لكن النهاردة عندنا حاجة جديدة اسمها هستو جرام. اسمه ايه? اسمه هستو جرام. اسمه هستو جرام. يعني المدرج التكراري. شايفين معايا شكله بيكون بالشكل ده. كل او كلها بتكون جنب بعضها بالشكل ده. تمام? يبقى اخي ده لازم نكون عارفين. لازم نكون عارفين نفرق ما بين الهستو جرام ما بين عندنا برا جراف. ده كده عندنا كده في البداية اول حاجة. طب تعالوا اتكلم شوية عن الهستو جرام. اول حاجة الهستو جرام بيكون فيه بيكون فيه عنوان زيه زي البرا جراف بالزبط. بيكون عنده عنده محورين عندنا ده المحور اللي هو اكس وعندنا ده برضو في نفس الشيء بالزبط. عندنا هنا بيقول هنا بيقول عندنا كل واحدة طبعا ده بيكون لي اسم. ده عندنا مسلا بيمثلي ايه? ده عندنا درجات وده بيمثلي هما الاتنين بيكون فيهم كل الاجزاء دي. لحد هنا انا بتكلم عن الاتنين هما الاتنين زي بعض. سواء او تمام? يبقى عندنا كل حد دلوقتي هما الاتنين زي بعض. طيب. لكن هنا عندنا ده بيقول لك ايه? بيقول لك ده بيوضح ايه? بيانات عددية. شايفين معي? اهو بيوضح ايه بيانات عددية. اما عندنا لأ عندنا يوضح الاتنين. ممكن يوضح وممكن كمان يوضح بيانات وصفية. تمام? يعني هنا ممكن يكون عندنا او ممكن مسلا يقول لي يقول لي يقول لي يقول لي مسلا عندنا يعني فيه بيانات هنا بتكون بيانات وصفية. طيب بيقول لك هنا هنا عندنا دي بتمثلين البيانات. ما فيش عندنا فراغات. كل دي شايفين معي هنا ما فيش فراغات. كلها متلاصقة. كلها كلهم متلاصقين مع بعضهم. لكن تعالوا معي هنا في شايفين معي شكله ازاي? لأ كل كل منفصل عن التاني. لكن هنا عندنا في كلهم ايه? كلهم متلاصقين مع بعضهم. بنقول ما فيش عندنا فراغات ما بين ايه? ما بين او القلمز دي. يقول لك كمان عندنا ايه? اني القطبان دي ما بتتدخلش مع بعضها. كمان عندنا بيقول لك يعني كمان بيقول لك ان ديت لا يمكن اعادة ترتيبها. تمام? وطبعا احنا لما بناجي لمستل اللي هنا دي بنمستلها بتكون على شكل حاجة اسمها اسمها ايه? يعني ايه? يعني فترات. يعني ايه? يعني دلوقتي مسلا انا لما اقول لك يعني مسلا انا هنا عندنا يعني درجات اختبار فانا عندنا بيقول لك ايه? ما بين عندنا اللي حصل على الطلاب الطلاب اللي حصلوا على ما بين عندنا قد ايه? يعني اللي هو اللي جاب من لحد يعني مسلا حد جاب سيرتي سيرتي وان سيرتي تو او جاب سيرتي سري او سيرتي فور او سيرتي فايف لحد سيرتي ناين كم واحد هنقول عندنا تمام طيب اللي جاب عندنا اللي هو في الماس او جاب فورتي وان او فورتي تو او فورتي سري لحد كم? لحد عندنا فورتي ناين فعندنا دي كده مع بعض ودي كده مع بعض دي كده مع بعض اسمها يعني يعني فترات تمام? طيب هنا اللي جاب عندنا من سيكستي سيكستي ناين قد ايه? عندنا اهو عندنا فبالتالي احنا هنا بنمثل ايه? بنمثل لكن تعالوا كده في لأ احنا هنا شايفين معايا عادي بالمثل عندنا شايفين معايا اهو دي مختلفة عندي. تمام? طيب تعالوا معايا في البج اللي بعدها بيقول التشابه كده ما بينه وعندنا بعد كده اجيب لك ايه? يبقى التشابه والاختلاف ما بين و اول حاجة احنا قلنا في ان هما الاتنين بيكون عندهم وعندهم تمام? طيب وقلنا كمان عندنا ايه? بيقول ان كل واحد طبعا بيكون لي اسم. ده عندنا لازم من فوق يكون لي اسم وعندنا كمان بيكون لي اسم. ده بالنسبة للتشابه وانا شرحته خلاص. طيب بالنسبة لي اللي هو الاختلاف ان بيوضح عندنا وكمان ممكن يوضح اما الهيستجرام لا الهيستجرام بيوضح بس دي دي بتكون على شكل بتكون على شكل ايه? يعني بتكون على شكل فترات. بتكون على شكل ايه? فترات. ده بيكون عنده ايه? لازم يكون في بيانات او اي حاجة. تمام? طيب طبعا الاعمدة او القوالب دي بيكون ما بينها عندنا في ايه? في مسافة. اما احنا بيقول لك لا ما فيش فراغات ما بينها يعني دي ممكن نعيد ترتبها لكن دي ما نقدرش ان احنا نعيد ترتبها. ده كده عندنا الخلاصة بتاعت الدرس. بعدين عندنا ده الشق التاني من الدرس فمش هقدر اشرحه دلوقتي غير بعد ما نتضرب كويس جدا على الشق الاولاني من الدرس. علشان تقدروا تستوعبوه كويس جدا. تمام? هو الحقيقة مش عارفة ليه كتاب المعاصر جايبهم مع بعض. كان مفروض ان فصل الجزئين دول كل واحد في درس. لكن يعني مش مشكلة لكن اعذروني جدا النهاردة لو طولت معاكم الفيديو لكن زي ما قلت فيديو مهم. تعالوا ده كده الشق الاول من الدرس من هنا لحد السؤال اللي هو ده. تمام? وبعضين ده الشق التاني من الفيديو بتاعنا. تعالوا هنا. بيقول هنا اهو ده اسمه بيقول هنا تعاوزنا نتجاوب على الاسئلة دي. يلا معايا بيقول يعني كما عدد الناس اللي هم عملوا استطلاع. يعني استطلاع يعني هم عملوا كده او ادوا رأيهم. تعالوا نشوف. معايا هنا اول حاجة. شايفين معايا اهو الجزئية دي اول حاجة لحد هنا دول تين بيبول. وبعدين هنا توني فايف يبقى معايا كده تن. هقول بلاس. تمام? تن بلاس هقول توني فايف. بلاس عندنا دي كام? هقول سيرتي فايف. بلاس دي كام? شايفين? معايا دي توني. هقول بلاس عندنا فايف اكوال زماجي كده كلهم اعمل لهم اديشن. هلاقيهم كام? هلاقيهم ناينتي فايف بيبول. تمام? يبقى كاما عندنا ناينتي فايف بيبول. طيب بعدين بيقول هنا ايه التكرار? بيقول عندنا ايه هنا التكرار في الفترات من عمر سيرتي سيرتي ناين. فين عندنا سيرتي لسيرتي ناين ركزوا معايا. شايفين معايا? دي كده احنا قلنا دي اسمها دي فترة. ودي اسمها ودي انترفول. دي انترفول. ما هو انا لما اجي اعمل ده بعمله ازاي? عندنا برسم كده المحاور بتاعتي. تمام? شايفين معايا اهو? ببدأ مسلا عندنا هنا بالفترة الاولى. فدي كده اسمها ايه? اسمها ايه انترفول. طب انا عاوز اعمل واحدة كمان يبقى مدي من هنا كده دي اسمها طب واحدة كمان هنا يبقى دي اسمها يبقى عندنا دي كده اسمها دي اسمها كده فترة. تمام? ايه التكرار في عمر اللي هو من سيرتي لسيرتي ناين. فين احنا قلنا سيرتي لسيرتي ناين اللي هو ده كام عندنا شايفين? عندنا اهو يبقى حقوله كام طيب طبعا بيبول. طيب هاو ماني بيبول ار زير انز ايج انترفول تن لتويني ناين. فين تن? تن عندنا اهو. لحد كام بيقولك توني ناين. بس هو عاوز تو انترفولز عاوز فترتين. بيقولك من هنا شايفين معايا اهي. تمام? من تن بيقولك لحد توني ناين. يعني الفترة دي كلها اللي هي دي. طيب اللي هي دي كلها كام? نطلع فوق. دي توني فايف. واللي هي اللي جنبها دي سيرتي فايف. يبقى انا هقوله هقوله توني فايف بلاس سيرتي فايف اكوز. فاي بلاس فايف تن. وان بلاس تو سري بلاس سري اكوز سكس. يبقى هقوله سكستي بيبول. تمام? طيب. هنا. ويتش ايج انترفول هاز ميكسيموم. عندنا كلمتين النهاردة جداد. ميكسيموم معناها الحد الاقصى. اعلى حاجة. الكلمة اللي عكسها على طول تحتها اسمها مينيموم. يعني الحد الادنى. يعني اقل حاجة. يبقى ميكسيموم الاعلى. او الحد الاقصى. اما مينيموم معناها الحد الادنى يعني الاقل. طيب ويتش ايج انترفول هاز ميكسيموم نامبر اوف بيبل. مين العمر اللي بيكون عنده اعلى او اقصى حد من الناس. هنا عندنا شايفين ده كده اسمه نامبر اوف بيبل اللي هو ده. اما ده عندنا الايج. فهو بتكلم عن ايه? بتكلم عن الايج. الايج. ايه الايج اللي هو الفترة يعني اللي هي دي. فهو عاوز دي. بيقول لك عندنا اعلى فترة هنا ايه? عندنا شايفين معايا اعلى فترة هنا اللي هي دي. اللي فوق. اللي هي كام. اعلى حاجة. شايفين معايا اللي هو يبقى انا هعمل له كده علامة الفترة اللي هي دي دي اهلا حاجة. طيب بيقول برضو هنا عاوز فترة. بيقول اقل حاجة شايفين معي اقل حاجة اللي هي الفترة دي. اهي عندنا شايفين معي اقل حاجة اللي هي فايف. يبقى هقول له نكتبها فين? نكتبها عندنا هنا اهي طب شايفين معي هحط معنا او اكبر من بتكلم عن يعني بتكلم عن العمر اللي بيكونوا اكبر من شايفين معي ايه اكبر من عندنا اهو ده عندنا كده الاعلى يعني من شايفينها شايفين معي اهي دي واللي اعلى منها كده. ما احنا عندنا من ده من ف هو عاوز اعلى يعني هو بيمشي كده فعندنا مين عندنا اللي فوق ده اللي هو ده وعندنا اللي هو ده وعندنا ده يبقى دي كام? دي عندنا هقول بعدين عندنا اللي هي دي عندنا اللي هي ايه تمام? يبقى بلاس سيرتي فايف حيدينا سيكستي يبقى دي بكام دي سيكستي بيبول يعني ستين شخص طب برضو بتكلم عن يعني العمر يعني يقولك اقل من سيرتي اهي سيرتي اقل منها كام عندنا اقل منها اللي هو ده كده عندنا دي اللي هي سيرتي فايف وي توني فايف وعندنا دي اللي هي كام تين يبقى انا هقوله كده سيرتي فايف بلاس توني فايف بلاس عندنا تين اكوالز سيفينتي بيبول تمام شافين معايا ازاي دي كده المسائل الخاصة في الجزئية دي تعالوا ناخد واحدة كمان كما عدد الطلاب بيقول هنا عملوا استطلاع تعالوا نشوف طبعا هقول ده بلاس ده بلاس ده بلاس ده بلاس ده عندنا بلاس ده كلهم على بعض فهنا دي كده تعالوا معايا دي هنا زيرو وهنا تين ملاحظين معايا دي فين دي عندنا اهي لحد هنا ما هو ما بين التين والتوني كام دي ففتين لان هنا عندنا بدأ بزيرو وبعدين هنا بدأ بتين وتوني فدي جاي لحد فين جاي لحد النص ما بين التين وما بين التوني كام يعني النص ده ففتين يبقى انا هقول له اول حاجة كده معي تمام بعدين هقول له اللي هي اللي جنبها دي على طول ما هي دي برضو ما بين التويني و سيرتي يبقى دي تويني فايف يبقى هقول له بلاس تويني فايف بلاس عندنا دي كام اه ما بين السيرتي والفورتي تبقى دي سيرتي فايف هقول له بلاس وستدنا لحد هنا عندنا دي ففتي تمام هقول له بلاس عندنا دي كده فورتي. والبلاس عندنا اخر واحدة دي لحد سيرتي. يبقى هقول له بلاس سيرتي اكوز. لما اجي اعمل لهم كلهم اديشن حدينا وان هون هوندرد ناين تي فايف. تمام? طيب تعالوا هنا بيقول عندنا من اتي لأتي ناين الفترة من اتي لأتي ناين عاوز يعرف عدد فيني اللي هي دي. شايفين معي اللي هي دي. دي عندنا كم? دي عندنا فورتي. يبقى بالتالي هقول له ايه? فورتي ستودين سا. ايه الفترة اللي بيكون عندها اقصى حاجة? فين عندنا اللي بيكون عندها اقصى حاجة اللي هي الفترة دي? شايفين معي? دي اللي عندها اعلى حاجة من عندنا الفترة من سيفينتي لي سيفينتي ناين. يبقى هقول له عندنا الانتروفول فروم سيفينتي تو كم قلنا سيفينتي ناين. طيب اللي بعده بيقول ويتش ماركس انتروفول هاز مين عندنا عندها اقل حاجة الحد الادنى شايفين معي اقل حاجة اللي هي دي يبقى هقول له من فورتي لفورتي ناين. تمام. طيب اللي بعدها بيقول كم عادة الطلاب اللي درجاتهم اقل من سيكستي. فين عندنا سيكستي يقل من سيكستي. تعال نشوف بيقول هو ايه? بيتكلم عن يعني من هنا. اقل من سيكستي. اقل من سيكستي مين? عندنا اللي هو ده. شايفين معي? اهو ده. يبقى عندنا الفترة دي. واللي هي الفترة دي. فيها عندنا دول كده كام قلنا دول ودي يبقى هقول له بلاس فيفتين. يبقى عندنا هقول له كده توني فاير بلاس فيفتين. هقول ايكول فورتي. فورتي ايه فورتي ستودينت. طيب هاو ميني ستودينت كام عادة الطلاب? هوز ماركس ار سيفينتي او مور. عندنا سيفينتي او مور. يعني عندنا كده. فين? عندنا اللي هو ده. شايفين معي وده وده. يبقى سيفينتي دي كام? دي ففتي. نكتبها فين? نكتبها هنا. هقول ففتي بلاس اللي هي دي. عندنا فورتي. هقول بلاس اللي هي دي سيرتي. نقول ففتي بلاس فورتي ناينتي بلاس سيرتي اكولز وان هوندرد تواني. تمام? هقول له ستودينت. تمام? طيب. اللي بعده بيقول هاو ميني ستودينس هوز ماركس ار ففتي ار جريتر ذان ففتي. ان ليز ذان اتي. كما عادت الطلاب اللي درجاتهم بيقول هنا عندنا ففتي او اكبر من ففتي. طيب فين عندنا ففتي? بيقول لك واكبر من ففتي. ففتي عندنا اهي. شايفينها معي واضحة? دي ففتي. واكبر منها يبقى عندنا كده. وبيقول لك لكن اقل من اتي. ليز ذان اتي? يبقى احنا عاوزين الفترة دي من هنا لحد من فين عندنا? لحد هنا. تمام? احنا عاوزين دول كده. يبقى عندنا هقول له كام? عندنا دي كام دي? دي وحقول له كده بلاس اللي بعدها اللي هي دي. دي عندنا اللي هي البلو. وبعدين البنك دي عندنا ففتي. تمام? يبقى انا كده جبت له من هنا من لحد ايه? لحد اللي هما دول. التات الوان دول. هقول له عندنا هقول فاير بلاس فايف تن بلاس زيرو. حينزل زيرو. وان بلاس تو سري بلاس سيكس بلاس فايف اكوالز الفن. يبقى هقول له تمام? اللي بعده عاوزنا نجاوب كما عدد المركبات اللي في الاستطلاع ده يبقى عندنا هنا شايفين معي هنا جايب زيرو يبقى هنا عندنا في النص في ايه? في سري? وهنا في النص في هنا في النص في هنا في النص في سبن. تمام? انا وضحتها لكم اهو. طيب بيقول لك كما عدد المركبات اللي موجودة في الاستطلاع? شايفين معي هنا لحد هنا في سري. تمام? طيب هقول له بلاس من هنا لحد هنا عندنا فور بلاس لحد هنا فايف بلاس لحد هنا سيكس. هقول له بلاس لحد شايفين معي فين هنا برضو سري بلاس معي احنا قصدنا لحد فين هنا? بعدين هنا في عندنا تو. يبقى لو ما اجي اعمل قديشة هقول لسي بلاس فور سيفن بلاس فايف تولف بلاس سكس اتين اتين بلاس تو عندنا تواني بلاس سري حادينا تواني سري دي بقى هقول له كام هقول له كده تواني سري فييكالز. تمام? طيب هنا كما عدد المركبات اللي كان بتغطيها الفترة دي اللي هي الفترة دي. شايفين معي كام عدد المركبات اللي انها باللون البولو عندنا فيها سري. يبقى هقول له فيها سري. هكتب كده ايه? تمام? اي بيقول لك عندنا الفترة الحد اللي بتكون اقل حاجة عندنا الفترة انها اقل حاجة اللي هي دي شايفين عندنا لتو هندرد ايه كام? يبقى لحد لتو هندرد ناينتي ناين. طيب بيقول كما عدد المركبات اللي مغطية المسافة اللي قل من اللي قل من عندنا قل كده. تمام? قدي ايه? عندنا كده دي ودي ودي ودي. يبقى عندنا اول حاجة دي كده سكس. هكتبقى فين اكتبقى هنا? تمام? بعدين عندنا دي فايف. بعدين عندنا اللي هي دي فور. وبعدين في اخر حاجة اللي هي سري. يبقى ايه هقول سكس بلاس فايف اليفن بلاس فور عندنا ففتين بلاس سري اكوالز اتين. يبقى هقول له كده اتين. طيب. بتقول المسافة اللي مغطية اه من هندرد كيلو متر واكتر. فن عندنا اكتر يعني اكتر منيها. يبقى عندنا دي اهي لونها يبقيلك ان هي كمان معنا. اللي جنبها سكس اللي جنبها البلو دي عندنا سري. واللي جنبها دي كان عندنا تو. يبقى هقول له كده اكوالز بلاس سيكس اكوالز اليفن بلاس سري فورتين بلاس تو اكوالز سيكستين. يبقى هقول له سيكستين فيكلز. طب هاو ميني مور فيكلز هاو بين كوفرد بتوين فيفتي ان ناينتي ناين ساوزند. كان مع كم يزيد عرض المركبات المغطية المسافة اللي هي دي. زان بتوين المسافة اللي هي دي او عن المسافة اللي هي دي. طيب دي فينها دي عندنا دي اللي هي دي كام عندنا اصلا دي فور. تمام. طيب ودي اللي هي دي مغطية قد ايه عندنا شايفين معايا تو. يبقى انا هقول له فور مينس تو اكوالز تو. يبقى قد ايه عندنا هقول له تو فيكلز. تمام? تعالوا نشوف اللي بعضو. معايا هنا. بيوضح الهيستو جرام ده بيوضح بيقول لك المرتب اليومي للعمال في المصنع. بيقول لك عاوز العدد الكلي للعمال. تعالوا نشوف كام اصلا العمال دول. هنا عندنا كام? عندنا دول دول العمال. يبقى عندنا كام عندنا اللي هي دي كام عشانا مش شايفاها دي يبقى عندنا كده هقول له عندنا في دي سيرتي. هقول عندنا دي دي تواني. تمام? دي عندنا سيرتي. هقول لك بلاس عندنا دي كام دي تن. تمام? تعالوا نعمل لهم قديشة. هقول لك كده عندنا دول ومعهم دي كده وان هندرد وان هندرد ففتي وان هندرد اتي. يبقى اللي جابة كام? هقول له وان هندرد اتي. ايه اعلى حاجة في المرتب? اعلى حاجة عندنا الفترة انها اللي هي دي. اللي هي عندنا ما بين وان هندرد لون هندرد فورتي نين. يبقى انا هختار ايه? طيب عدد العمال بيقول او اكتر او اكتر يعني احنا عاوزين ندول كلهم. يعني دي ودي ودي ودي. يبقى دي كام? دي عندنا سيرتي. تكتبها فين? تعالوا اتبه هنا. هقول له سيرتي. لونها بلو دي كام? عندنا تواني. اللي بعدها دي كده سيرتي. واللي بعدها دي تن. يبقى عندنا كده دول ففتي ودول فورتي يعني ماينتي يبقى انا هختار كده بي. اللي بعده بيقول اقل من تو هندرد ففتي. اقل من تو هندرد ففتي يعني دول كده. تاتا دول. يبقى دي كام? دي احنا قلنا سيرتي. تمام? وعندنا دية البنك دي فورتي. ولونها دي ففتي. يبقى دول كام? عندنا دول كده سيفينتي وففتي يعني وان هندرد تويني. يبقى انا هختار سي. تمام? وده سؤال سهل جدا. وده يعني من الاسئلة اللي ممكن تيجي بالشكل ده في الامتحان. بعد كده معي اخر سؤال في الجزء الاول عشان يدخل على الجزء التاني. يقول لك في بعض الخصائص المميزة هو عاوز يعرف ايه الخصائص. طبعا عندنا بيقول لك اول حاجة اه طبعا هو لازم يكون عندنا فيه عنوان وبيقول لك وكل المخفى لازم يكون ليه اسم. طب ايه تاني عندنا هختارهم على طول? هقول ان الهيستو جرام ده بيوضح بيوضح كده مجموعات على شكل فترات. تمام? يبقى عندنا اول واحدة اي? وبعدين عندنا سي. طيب ايه تاني? عندنا هقول اني بيقول لك عندنا ان القوالب دي بتكون يعني متلمسة. تمام? وبعدين اخر حاجة معي هنا بيقول ان اهيستو جرام شود هاف نو جابس. طبعا بيكون مفيش فراغات فيه. فتمام حقول له اجده امام ايجابة دي صحيحة يعني. بعد كده معي اللي هو الشق التاني من درسنا. اتمنى من حضراتكم لو استفدتم معي لحد هنا تعملوا لايك للفيديو. تعالوا معي الشق التاني في درسنا النهاردة بتكلم عن عن نعمل اللي هو يعني المدرج التكراري ده علشان يمثل البيانات. طبعا هو بيجيب لك كده عندنا شايفين معي كل دي كده نامبرز ما احنا بنمثل عندنا ارقام عددية او بيانات عددية احنا بنمثلها. انا حلي معاكم على طول كده مثال شان يعني ما ننتخدش وقت طويل في الفيديو. شايفين معي الامثالة دي? انا هسيب المثال ده بس هرجع له تاني. لكن تعالوا معايا هبدأ كده الاول بمثال سهل وخفيف عليكم علشان تفهموا معايا. فتعالوا معايا في هنا تن. بيقول ده. بيوضح الجدول اللي قدامكم ده بيوضح كده ايه درجات مجموعة من الطلاب في الامتحان. دلوقتي انا عملت لكم امتحان تمام? والامتحان ده بتاع الماس مسلا عملت كل واحد طبعا منكم اخذ درجات. تمام? في مسلا واحد اخذ في مسلا عندنا هنا في ايه? في درجة واحدة يعني في يعني في حد في الامتحان جاب يعني درجة واحدة. في حد جاب في حد جاب في حد جاب وهكذا. طيب كام واحد جاب عندنا كام على الطلاب اللي حصلوا على يعني درجة واحدة بس هما كام عندنا طالبين. طب اللي جابوا وعندنا مسلا لو الامتحان من فاللي مسلا جاب آآ من فعندنا كام واحد طب اللي جاب مسلا يبقى كام واحد طب هنا عندنا اللي جاب كان واحد بس واحد طالب واحد بس اللي جاب تمام? طيب هنا اللي جاب عندنا كام طالب عندنا طب اللي جاب كام واحد عندنا فهمين معي الحد كده? تمام. يبقى احنا كده عندنا ده بيمثلي وده بيمثلي انا علشان احل المسائل دي بيقول لك هنا استخدم فترات مناسبة علشان ترسم الجدول التكراري وبعدين يبقى انا اول حاجة لازم اعمل بيقول لك ايه اعمل لازم اعمل الفترات تجلنا شرحتها من دلوقتي طيب انا علشان اجيب الفترات دي لازم في البداية اجيب حاجة اسماها اجيب حاجة اسماها ايه اجيب حاجة اسماها يعني دي الكلمة دي معناها المدى يبقى ركزوا معايا اول حاجة في المسألة انا عاوز اجيب عاوز اجيب الفترات زي ما شرحت كده الفترة ما بين كزا لبين كزا فدي انا عاوز اجيبها عشان نقدر امثل الهيستجرام ما احنا قلنا ان الهيستجرام ده انا علشان امثل بتاعته لازم يكون عندي يكون عندي فترات زي ما قلت هو عكس الانترفولز عندنا هي اللي بتكون موجودة في الهيستوجرام طب انا عايز اجيب الانترفولز دي هاجيبها ازاي هاجيبها اول حاجة عن طريق ان انا اجيب يعني يعني المدى طب المدى ده بيساوي ايه بيساوي المدى ده عندنا اول يعني الحد الاقصى القيمة ناقص عندنا او يعني القيمة الاقل. تمام? فمشيزهر قدامكم عطول دلوقتي الشاشة الجزئية دي اني عندنا اللي هو المدى هقول عندنا اعمش هكتبها بس علشان ايه المكان دايق لكن زي ما قلت تظهر قدامكم على الشاشة طبعا عاشر احتها في اللي قبلها طيب انا ازاي اجيب اعلى قيمة ما انا كنت بقول هناك لما كنا بنرسم دلوقتي كنا اعلى قيمة بنجيبها ازاي اللي هو كان اعلى حاجة في اللي كان معايا طب هنا عندنا فين اعلى قيمة فوق في الماركس عندنا اللي هي دي يبقى انا اقول له عندنا ده اللي هو المدى اقل حاجة عندنا مين اقل لحاجة اللي هي الوان دي يبقى مينس الوان ده حيدينا كام ما هو عندنا مينس وان حيدينا طيب هقول لكم برضو على جزئية كده قبل ما نكمل لو جي مسلا لو جي مسلا جابلي في يقول لي عاوز عاوز اعلى قيمة عشان اجيب تعالوا شوفوا معايا ده من فوق عندنا ده اسمه اسمه ايه وده عندنا اللي هو اللي هو المدى وعندنا ده اللي هو ايه اللي هو القيمة اللي هي اقل حاجة انا عشان اجيب عشان اجيب ده محنان بنقول ايه لما اجيب حاجة من تحت يبقى ده تمام عشان اجيب عندنا اللي فوق يبقى بقول ده بلس ده طب انا عاوز اجيب يبقى اقول ده مينس ده طب انا عاوز اجيب اللي فوق يبقى هقول له ايه هقول له ده بلس ده عاوز اجيب ده يبقى هقول له ده مينس ده تمام المهم احنا خلينا ده الكلام ده لو هو قال لك في تشوز لا احنا خلينا دلوقتي في مسألتنا حاجة هنجيبه زي ما قلنا اللي هي المدى فاقول الانتر فولز دي الفترات. انا عاوزة اجيبها كم فترة. يعني شايفين معايا كده? تعالوا معايا هنا. هنا في الرسمة دي هو جايب كام جايب عندنا كده وعن هنا جايب ست فترات. طب تعالوا هنا جايب هنا جايب عندنا هنا جايب كام هنا جايب برضو دي كده الفترات بتاعتي. طب انت عاوز في المسألة بتاعتك دي بتعمل كام فترة? هتعمل وتعمل وتعمل براحتك. دلوقتي انا ممكن اعمل ان انا هعملهم اربع فترات. واحد مسا يقول لا انا هعملهم يا ميس. تمام برافو. واحد تاني ممكن يقول يا ميس انا انا هعمل سكس. تمام برافو. يبقى كل واحد بيعمل الفترات دي زي ما يحب. تمام? يعملهم 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 سكس. فبالتالي طبعا الفترات دي هتختلف في الاجابات. الفترات بتاعتي غير الفترات ايه? بتاعتك بتاعتك يعني غير بتاعتي انا غير بتاعي زميلك. تمام? لك مطلق الحرية. ايه كده جبت عندنا اللي هو المدى. طب انا عندنا كام? قلنا طيب الخطوة اللي بعد كده انا عاوز اجيب عاوز اجيب الفترات. وعلشان اجيب اجيب الفترات دي لازم برضو كمان انا اشوف عاوز اشوف طول الفترة. يعني احنا اخدنا فيه اللي قابل دي اخدنا ان مثلا عندنا كده من لحد مسلا فعندنا دي كده دي اسمها من لفتين عندنا كام? هقول 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 تولف سرتين فورتين ففتين. يعني عندنا بينهم كام? بينهم عندنا فايف? فده اسمه وعاوزين كمان نشوف عندنا الفترات دي عاوز اشوفها هتكون كم فترة يعني. تمام? يعني هنشوف مع بعض المجموعات بتاعت الفترات دي. بتاعت الانترفولز دي. طب هجيبها ازاي? اول حاجة عندنا شايفين اللي هو اللي هو المدى. تعالوا كده نعمل لها نقدرها كده. الناينتين دي ممكن نوصلها لكام? ممكن نوصلها توني. ليه مست وصليها لتوني? علشان اقدر اعمل لها يعني ايه? اقول توني ديفايد ديفايد انامبر اوف يعني ديفايد هقسمها على عدد المجموعات. مجموعات ايه? يعني اللي انا هعملها دي هتكون كم واحدة? كم مجموعة انا هعملها? فبالتالي مسلا انا هقول طبعا ده بيكون اختياري. عدد المجموعات ده بيكون برحتك. انت عاوز كم تعملها كم مجموعة? تعملها وتعملها ولا عاوزها كم? يعني زي ما تحبوا. لكن عندنا هنا فيه توني دي توني ممكن تقبل الاسم على كم? حد ممكن يقول يا ميس ما عندنا حد ممكن يقول لكن لو اخترنا تن تن دي كبير خالص تمام? لو عملت عندنا المسافة ما بينهم عندنا تن. فبالتالي انا هعمل هعمل هعملهم هعملهم بس? فحيكونوا قليلين. خلينا ده من في الوسط. فعندنا مين? هنختار عندنا فور طايمز فايف. فبالتالي انا هعمل عندي فور جروبز. طيب الفولز ديت اللي هي الفترات. تمام? انا هعمل كام? هعمل عندنا فور جروبز. هعمل ايه? هعمل فور جروبز. وهعمل هعمل ما بينهم كام? هعمل ما بينهم فايف. طبع فاهمكم برضو. احنا عندنا هنا في ايه? الاول حاجة احنا قلنا عندنا المينيموم كام قلنا المينيموم وان. يبقى انا حبدأ اول حاجة بي بالمينيموم وان. لحد ماوصل لمين? لحد ماوصل ليه المكسيمم اللي هو وقت واني. طيب الوان دي قلنا كده ده عندنا المينيموم. هنعمل كام جروب فور جروبز. ادي كده وان. كده تو. عندنا سري كده عندنا فور جروبز بتاعتنا. اللي احنا قلناها واللي احنا اخترناها. وعندنا الجروبز دي كل واحد بيختار زي ما يحب. انا مسلا اخترت ان يكون عندي ويكون عندنا بتاعت الانترفولز ممكن تكون حدي تاني مسلا ممكن يختارها ويختار عندنا مسلا تن. حدي تالت برضو ممكن برضو ما يعملش نفس العملية انا عملتها دي. ويختار على طول حل يقول كده انا هعمل ايه? هعمل مسلا عندنا سيكس جروبز. هعمل مسلا عندنا الفترات. ما بينهم مسلا عندنا سيفن. ويبدأ كده لحد ما يوصل لنمبر توانين. ما فيش اي مشكلة فيه اكتر من طريقة للحل. تمام? فانا حملت معاكم الطريقة دي سهلة. علشان تكون بس واضحة معاكم. انا اخترت عندنا اربع مجموعات وعندنا الانترفولز او طول الفترة ما بينهم عندنا فايف. حد ممكن يختار العكس يختار ان يكون عندنا فايف جروبز. يبقى عندنا فور. ما فيش اي مشكلة اهم حاجة في النهاية نطلع اجابات صحيحة. وهعرفكم ازا كمان اتأكد ان اجابتنا دي صحيحة ولا دي خطأ. تعالوا معايا هنا. فعندنا ون والبلاس فايف اكوال سيكس. كده عملت اول انترفولز. فدي عندنا المسافة ما بينهم قد ايه? ما بينهم عندنا فايف. هنعمل انترفولز التانية. حفدق من فين? حفدق من دي كام سيكس يبقى حفدق من سيفن. هقول سيفن بلاس قلنا فايف هيكوالز التولف. اللي بعدها هقول عندنا من سيرتين عطول. سيرتين عندنا بلاس فايف ايكوالز ايتين. بعدين عندنا كام اللي بعدها هطول هقول ناينتين. ناينتين بلاس فايف. عطول. ايه ده احنا خلاص عندنا عندنا التويني تمام. كده خلاص مضبوطة عندنا. وصلنا لحد توني فور. هو عاوز اعلى حاجة عندنا كام توني. يبقى تمام كده خلاص. طب يا مسل انتي وصلت هنا لحد تمام ما هي عندنا من لحد يعني معانا في يعني هقول وبعدها عندنا يعني معانا ما بين دي موجودة يبقى تمام كده خلاص يبقى انا كده عملت له عملت له اهو وعندنا قد ايه عندنا يبقى انا كده جبت له كل الحاجات دي الخطوة اللي بعد كده بعد كده التابل بتاعي حلو معايا انا رسمت كده التابل ده كتبت فيه اللي هي الفترات وكتبت هنا اللي هو التكرار يعني الفترات دي متكرارة جواها قد ايه يبقى اول حاجة عندنا احنا مشايزة بنعمل الخطوة دي احنا ممكن نحل عطول نعمل التابل ونبدأ نحل العطول بس انا حبيت ادن انا ايه افهمكم كده خلصت ايه التابل حبدأ اعمل التكرار احنا قلنا ما بين فيه عندنا اللي هي ايه اللي هي كل النمبر دي موجودة هنا تمام كل النمبر دي موجودة تعالوا معايا نبدأ كده اول حاجة بيقول لك ايه من الوان للسكس من الوان للسكس فين عندنا هادي وان بعدين عندنا فايف وسكس هنا مش موجودة خلاص يبقى عندنا وان وطو وفايف دول معايا تعالوا نعمل لهم كده هنا في وان بلاس سري فور بلاس وان فايف بلاس تو اكوال سيفن يبقى عندنا دول قد ايه الفريكونسي التكرار عندنا سيفن طيب هنا بيقول لك من فيه من سيفن لتولف فين سيفن اهي لحد مية لحد توالف تمام معايا اهو كده تمام عندنا من سيفن شايفين معايا اهي لحد توالف لحد هنا الفترة دي كلها دي كم هقول وان بلاس وان تو بلاس تو فور بلاس وان عندنا فايف بلاس سري عندنا فايف بلاس سري اكوال ز ايت بلاس وان حيدينا نايم يبقى انا حكتب ايه هنا حكتب ناين طيب بعدين من فين لفين من سيرتين لاتين فين سيرتين اهي اللي هي دي لحد مين بيقولك لحد ايته لحد هنا يبقى عندنا كده سيرتين بلاس سري عندنا ايتين يبقى هنا كام هنا ايتين اللي بعدها من عندنا اهي50 لحد طبعا مفيش عندنا ااخر حاجة لحد يبقى تو 버س كام تمام يبقى دي كده عندنا ايه? اتكرار. طب انا مش عارف يا ميس لاني حلي انا غير حل الكتاب اللي معايا. غير حلك انت غير حل زمينك التاني. كل واحدة هتطلع الحاجات دي مختلفة تماما. لكن لازم في النهاية ان يكون طبعا جايبين اني او دي بتكون نفس بتاعي دي. طيب دول كام? هو طبعا دايما بيجيبها هنا في السؤال. لكن هنا مش جايبها. فبالتالي احنا نعملها لوحدانة او نحسبها. دول اللي وعملنا لهم كلهم يعني قلت بلاس وان بلاس ري بلاس وان بلاس ده كله ده. حيدينا كام? حيدينا طبعا اللي احنا جبناهم دول كام? جينا عملنا دول كده عملنا لهم اتشن. حاول سيفن بلاس ماين بلاس اتين بلاس سيكس. حيدينا كام? حيدينا فورتي. طبعا ما ادينا فورتي نفس النمبرز بتاع دول. يبقى انا تمام كده شغال ايه? شغال صحيح. تمام? خلصنا? لأ ما خلصنا واش لسه معي باقي اخر حاجة. هو بيقول لنا اعمل ايه? عاوزنا نمثل اللي هو ده اللي احنا عملناه اللي هو التكرار ده. عاوزنا نستخدم تعالوا مع بعض كده على الجزء الخاص بالرسم البياني ونرسم الهيستوجرام. انا رسمت كده ده وده عندنا واي. ده بيمثل لي ماركس الدرجات وده بيمثل يعني عدد الطلاب. اللي هو ده. هنبدأ نعمل اول حاجة ايه? هنبدأ كده نحط دي الفترات اللي معايا اللي احنا جبناها دي اللي هي الصفة ده كده. هنبدأ نجيبه ونحطه فين? نحطه هنا. طيب. هنبدأ ازاي? احنا عندنا دي كده الهنا اسمها او ممكن اقول من هنا الهنا. ما فيش اي مشكلة. يعني ممكن اقول من هنا الهنا واحط اكتب واقول دي وممكن اعملها من هنا الهنا على حسب المسافة اللي معايا هنا في الورقة. فبالتالي انا هوسع شوية عشان اعرف اكتب الفترة. فهنا اول حاجة عندنا كان لحد هنا. تمام? دي كده اول واحدة. فهنا هقول كده من كام? احنا لحد هنا. عندنا من كام? من سيفن لتولف. واللي بعدها لحد هنا عندنا من كام? من سيرتين لاتين. واللي بعدها لحد هنا كام عندنا قلنا ناينتين. تمام? لكام عندنا لتويني فور. دي كده احنا عملنا انترفولز فترات. طب همشي كام? عندنا همشي برضو على حسب المساحة اللي عندي. فهنا مسلا انا لو قلت لا مش هتيجي معايا لاني اعلى حاجة عندنا اتين. فبالتالي انا هقول كام? حمشي تو تو. فعندنا هقول هقول فور سكس بعدين ايت اه تن اه تولف هقول فورتين سكستين بعدين هقول ايه? التين اللي هي معايا دي اعلى حاجة. تمام? لحد كده كويس. هنبدأ نمازة الديت بتاعتنا. هنا هنا تبدأ من اول هنا. عندنا قلنا دي لحد ما بين الايت وما بين السكس. يبقى عندنا فين? اهو. عندنا هنا تمام? يبقى هعمل كده ما بينهم هما الاتنين. يبقى هعمل كده هوصل البوينت دي بكده عندنا وبعدين همشيها كده لازم تكون زي ما قلنا ما بينهم مع بعض ايه كونتاكت متلاصقين او متصليم. دي اول واحدة. التانية بيقول من سيفن لتولف دي عندنا ناين. تمام? من اول هنا شايفين معايا اهل البوينت دي انا حطيتها هنا. من هنا الحاد قلنا كام? قلنا ناين. فين الناين? الناين دي بعد ايه? تمام? يبقى عندنا اهو هنا يبقى في النصد كده. يبقى حامل كده برضو ماتش. اهو اهو كده. تمام? ودي دي همشيها كده عندنا بالمصدرة. تمام? بالزبط اهو كده. وتمام? ودي همشيها بس ايه? بالمصدرة. وبعدين بيقول سرتين لاتين. فين سرتين لاتين? عندنا ديت. من ستين لاتين? عندنا اتين. يبقى فين اتين? اتين دي اللي هي فوق خالص. شايفين معايا فين? اهو? هطلع لحد فوق. عندنا اهو لحد فوق خالص. عندنا كام? اهو? اتين. يبقى هاخدها برضو كده بالمسطرة. تمام? شايفين معي اهو انا كده رسمتها. طيب بيقول هنا الفترة الاخيرة من عندنا دي كام دي سكس. سكس عندنا برضو هبدأ من هنا كده. واوصل لحد بسكس. شايفين معي اهو? وهاخدها بالمسطرة. وبعدين هبدأ اعمل برضو بالمسطرة هعمل الخلط التاني. كده انا خلاص خلصت عندنا بتاعي. شايفين معايا كلهم متلاصقين. طبعا الشكل التاعي ده هيكون مختلف كل واحد عند التاني. لان احنا في البداية جبنا ايه? جبنا جبنا الجروبس مختلفة. انت غيري انا غيري حل بتاع الكتاب. كل حل بيكون مختلف لكن في النهاية زي ما قلت. لو انت جبت عدد تمام? اللي هو التكرار نفس اللي هو موجود في التابل. يبقى تمام? انت مسألتك كده صحيحة وماشي صحة. تعالوا ناخد كده another example. طيب تعالوا ناخد دي. شايفين معايا بيقول المهم يسيبنا من دي كلها تعالوا نشوف. هو بقول لك هنا يعني امتداد الزراع وهنا عندنا اللي هو التكرار. فهنا اول حاجة عندنا دي تعالوا نجيب مع بعض اللي هو المدى. يبقى نجيب المدى ازاي قلنا عندنا هقول ان ده تمام? قلنا maximum value minus minimum value. طيب كام اعلى حاجة اللي هي دي? اللي هي one hundred sixty six minus اللي هو المنم ده اللي هي one hundred twenty seven. تمام كده? كده اول حاجة. طيب تعالوا نعمل لهم كده مع بعض نعمل كده مينس. اول six minus seven ما ينفعش. اقول سكستين minus seven one nine. five minus two five minus two حيدينا سري. وان مينس وان اكوالز كام اكوالز عندنا زير وخلاص يبقى سيرتي ناين. سيرتي ناين دي مسلا قول مسلا عندنا كام تمام عشان دي لو اسمتها مش هعرف اسمها اصلا. تمام هتكون بيدها شوية. فاحنا خلينا مسلا كام خلينا دي لها كام? هقول فورتي. طب انا عاوزة اجيب اللي هو طب انت تعمل كام عندنا كام مجموعة. عندنا دي ممكن اقول عندنا مسلا خلوة تمام? يبقى انا ممكن مسلا اعمل كام مجموعة اعمل مسلا اخليهم تمام? اخليهم مسلا عندنا خلوة عشان لما يكون معايا ما اقترش قوي فيه الرسم البياني. لكن اطول في بيكون احسن واسهل بكتير. تمام? يبقى مرة تانية لما انا اطول في طول الفترة يعني من كام لكام بيكون افضل. ليه? لاني انا لما بقلل من الجروبس بالتالي عندنا مجي الرسم البياني هيكون اللي معايا هتكون قليلة. فخلينا عندنا هنا الجروبس كام عندنا فايف? هقول عندنا ايت? يبقى ايت دي اللي هي عندنا انترفولز. طول الفترة عندنا ايت? والجروبس معايا فايف. تعالوا نحلها كده في الكراسة. تعالوا هنا انا جهزتها اهم. عندنا قلنا انترفولز اوف التابلو فريكوينسي. قلنا الانترفولز طول الفترة هيكون كام هيكون ايت? معايا كام جروب معايا فايف. يبقى كده ادي وان كده تو. كده عندنا سري ادي فور ادي فايف جروبس. ادي خمس مجموعات. هنعمل بعد كده هنبدأ من فين? هنبدأ عندنا من المينموم. فين المينموم اللي هو اه فين المينموم عندنا وان هوندرد توني سبن. يبقى انا اول حاجة هبدأ بي وان هوندرد توني سبن. قد ايه? عندنا ايت. يبقى هقول ده بلاس ايت. هيدينا كام سيفن بلاس ايت. حيدينا ففتين. تمام? وان بلاس تو هيدينا سري والوان هتنزل. اللي بعدها هياخد بعد دي افتر وان هندرد سيرتي فايف وان هندرد سيرتي سكس. هقول عندنا حعمل كونت. يبقى عندنا كده سكس بلاس ايت فور بلاس وان بلاس سري عندنا فور والوان حتنزل. بعديها هاخد آآ اللي هي كام? تمام? وهعمل عندنا يبقى اقول عندنا سيرتين عندنا فور عندنا والوان حتنزل. تمام? بعدين هقول عندنا والوان حتنزل. تمام? اللي بعدها هقول 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 عندنا ايه? والوان حتنزل. احنا الحد فين? احنا قلنا الحد تمام ما هي عندنا دي موجودة بتوين الاتنين دول. تمام كده انا خلصت. تمام. وبعد كده نجيب نجيب التكرار. احنا قلنا من لحد عندنا اللي هي دي. اهي. الجزئية اللي هي دي. يعني بقى دي اول واحدة معي اللي بعدها من عندنا مفيش. يبقى هبدأ من هنا اهو لحد اللي هي دي. يبقى هقول يبقى حطي كام? طيب من وان هندرد فورتي وان هندرد فورتي فايف. فين وان هندرد فورتي فايف مفيش عندنا. بعديها هيبقى حد من هنا بالضبط. حد وان هندرد ففتي سري. لحد الجزئية دي. يبقى بلاس تو فور بلاس سري سيفن بلاس تو. هدينا ناين. يبقى انا حكتب هنا في التابل ناين. اللي بعدها من وان هندرد ففتي فور لون هندرد سكستي تون. فين وان هندرد ففتي فور من اول هنا. لحد كام وان هندر سكستي تون وما فيش يعني لحد هنا. يبقى وان بلاس سري فور بلاس تو اكوال سكس. اللي اخر واحدة معي خلاص مفيش خير عندنا وان يبقى حكتب ايه? حكتب هنا وان. تمام. هما دول كلهم كام? تعالوا نعمل لدول كده كلهم قدشن. دول كلهم لما اعملهم قدشن حديني كام? حديني توني ناين. تمام? طب وانا انا كمان لما اجي اعمل قدشن لدول كلهم حديني برضو توني ناين. تعالوا نشوف. هقول هنا عندنا سكس بلاس سيفن سيرتين بلاس وان فورتين بلاس سكس توني بلاس ناين حديني ناين. يبقى انا مسألتي صحيحة. الخطوة الاخيرة اللي انا نعملها في المسألة. تعالوا كده نعمل تعالوا معي انا كده عملت ده والاكس اللي فوق ده. تمام? بالشكل ده. اهو. وبعدين هنبدأ نحط كده الفترات. احنا كام واحدة اخدناهم. احنا اخدنا يبقى كده عندنا كده 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 فور كده فايف. تمام? طيب. بعدين حبدأ احطهم كده سريعا. يحيزت كل البيانات بتاعتي. تمام? هنا عندنا حطيت من ون لناين. وهنا عندنا دي كده الفترات. تعالوا معي. اول حاجة عندنا بيقول لك كام? يقول لك من دي لدي عندنا كام سكس في التيب اللي انا اخترته. تمام? يبقى لحد سكس لحد فين? اهو. تمام? وبعدين انا احمله مع طول. الفترة دي لحد سبن. فين سبن عندنا اهي فوقها. وبعدين بيقول لك ناين. تمام? فين ناين? اهي فوق. وبعدين بيقول لك سكس. فين عندنا من هنا اهو? لحد سكس. تمام? اهو? واخر واحدة بيقول لك لحد ون. فين عندنا ون? اللي هي طبعا ايه? قضا ما اعطولي اللي هي دي. بعدين هبدأ كده ارسم الكولومز بتاعتي. تمام? ليه هبدأ اعمل ماتش ليه البوينت دي. بالشكل ده. تمام? اهو? تمام? بالشكل ده اهو. يبقى انا كده عملت ايه? كده عملت له هستوجرام. تمام? عشان انا مش هرسم تاني خلاص. دي اخر مرة انا هرسمها لانه صهلة جدا. وكده طبعا كلنا بنعرف نمثل البيانات دي يعني حاجة مش اول مرة انا اخدها. تمام? كده انا خلاص خلصت الهستوجرام. تعال شفر لي بعده. هنا السؤال ده. بيقول ازا بتمثلي بتمثلي دي وزن اربعة وعشرين طفل اين كيلو جرام بالكيلو جرامات. عاوزنا نعمل نكون وعاوزنا اول حاجة هجبها ان احنا عندنا المدى. هقوله اقلز ماكسيمم فاليو مينس مينم فاليو. طيب اعلى هنا عندنا حاجة اللي هي ايه? عندنا اعلى حاجة اللي هي سيرتي فور. يبقى هقوله سيرتي فور. مينس اقل حاجة اللي هي المينمم عندنا توالف. يبقى توالف. هقول له ده عندنا اللي هو المدى. طب احنا دلوقتي عاوزين نجيب وعاوزين نجيب طيب انا ممكن نقسمها على كام حد يقول لي ممكن يا ميس تقولي مثلا عندنا تعملي مثلا من مجموعتين وتخلي مثلا الفترة تكون مثلا عندنا طويلة. هقول له ماشي. حد مثلا حد مثلا ممكن يقول يا ميس طب انا ممكن ابدأ بي وبعدين ابدأ اقرر ان انا هعمل قد ايه? هقول لك ماشي. مفيش مشكلة. نعمل ابدأ اول حاجة هبدأ مسلا عندنا بي لان هي عندنا بتاعي. طيب دلوقتي دي لحد كام او هتخلي كامل فترة هنا. طب حد ممكن يقول يا ميس طب انا ممكن اخليهم مسلا عندنا خليهم. مفيش مشكلة. تعال معي هنا تمام. عندنا هتبدأ تعمل ايه? هتعمل ماينتين. طب يا ميس. طيب لي يا ميس احنا ما عملناش نفس الخطوات اللي احنا عملناها في المسألة الاولى. انا بقول لكم الطريقة دي على شان لو في حد ممكن يطلق بط من الطريقة الاولانية. الطريقة الاولانية دي هي اللي شرحها كتاب المعاصر. لكن الطريقة دي من عندي انا. زي ما تحبوا اشتغلوا. انا بديك حاجة تانية عشان ممكن حد ما بقاش عالف الجزئين هو يعمل القسمة ويجيب او يجيب عندنا والحكاية دي كلها. لا احنا ممكن نبدأ اول حاجة به وساعة هابدأ اختار زي ما انا احب. انا عملتهم هنا عندنا سيكس. بس شرط طالما انت اشتغلت عندنا يبقى لازم كلهم يكونو سيكس. تمام? يبقى هنا عندنا وفي الاخر هو هطلع لي الواحد لحد موصل لكام. لحد موصل لستي فور عشان ده عندنا المكسمم. تمام? يبقى معي. يبقى هقول بلاس سيكس. هقول تويني فايف. تمام? بعدين هقول تويني سيكس. برضو هقول بلاس اللي هي السيكس دي. سيكس بلاس سيكس عندنا توولف. وان بلاس تو اكوال سري. تمام? يبقى سيرتي تو. لسه موصلناش لحد سيرتي فور. يبقى انا هقول عندنا سيرتي سري ديت بلاس سيكس حيدينا سيرتي ناين. اه تمام. احنا مصدنا كمان لسيرتي فور وعندنا خلاص. يبقى تمام انا خلصت. شايفين معي برضو? دي طريقة تانية غير الطريقة الاولينية. الطريقة الاولينية دي هي اللي موجودة في شفح كتابة المعاصر. لكن دي طريقة كده من عندي انا. تمام? ببدأ بي وعلى اساسها ابدأ اعمل تمام? دي طريقة سهلة اللي هو ايه? اللي مش عارف او ممكن نتلغبط. بعدين حبدأ اعمل كده انا سريعا معاكم عشان كده وقت الفيديو طويل جامد معايا. تمام? فبالتالي انا هنا عندنا فيه الفريكونسي. بكتب هنا وهنا تعالوا معايا هنا الحد اتين. تعالوا نشوفها كده متكرار كم مرة. هجيبي الالوان لان هنا معايا كتيرة جدا. تمام? بيقولك كام من الاتين. يبقى معايا تولف سيرتين فورتين ففتين سيكستين سيفنتين اتين. كل النمبر دي معايا. يبقى معايا هنا عندنا اول حاجة اهو. عندنا كده تمام? بعدين هنا اه في ففتين اهي. بعدين عندنا اهي سيكستين اهو يبقى وففتين وسيكستين. عندنا كمان فورتين. وعندنا برضو ففتين اهي. وسيرتين. بقى وعندنا هنا خلاص فش تاني. عندنا هنا في ففتين. وهنا في فورتين. وهنا في سكستين. تمام. حاجة تانية اكون ما عملتهاش. ها? عندنا هنا في لأ معتقدش خلاص. تمام كده. تعال عندهم. عندنا هنا كده. هنا تمام. هنا عندنا كده هنا هنا كده هنا هنا كده عندنا عندنا ناين. تمام? يبقى ان اول واحدة دي حكتب ايه? حكتب كده تمام? طيب اللي بعدها فين عندنا يعني وهكذا لحد يبقى عندنا عندنا هنا هنا ما فيش آه عندنا اهو كده ده تمام. عندنا هنا في آه في تمام. عندنا هنا برضو هنا عندنا دي لا. عندنا لحد توني فايف يبقى توني فور دي معانا. تمام. وبرضو توني سري دي معانا. طيب هنا في كمان توني تو دي معانا برضو. وعندنا دي تلقى عندنا آآ توني وان برضو معانا. يبقى كم واحدة دولة تعالوا بالترتيب كده. عندنا هنا في دي وان. هنا في تو. هنا سري. كده فور. كده فايف. سكس. سبن. يبقى حكتب في الجدول هنا سبن. لحد سيرتي تو. يبقى عندنا معانا طبعا سيرتي. تمام? معانا سيرتي. ومعانا توني سيفن. تمام؟ ومعانا توني سيفن اهي. وبقال لك لأ دي لأ. عندنا بعد كده هنا. لأ مفيش. آه عندنا فيه برضو توني ايت. وعندنا لا دي لأ. عندنا هنا فيه برضو آآ توني سيفن. تمام? تعالوا نعمل يبقى دي كده هنا معايا هنا مفيش. تمام? هنا عندنا اه برضو في اهي نسيتها انا. يبقى كده كده عندنا كده وكده يبقى حكتب هنا في التاوت تمام? اخر واحدة معايا من يبقى هنا عندنا بقى معايا دي اللي هي اهي وبعدين عندنا في تاني ايه في في حاجة تانية لا خلاص احنا كلنا لوناهم يبقى عندنا كام يبقى عندنا ما جد الوقت اعمل لهم كده تمام يبقى حلقاهم كام هلقيهم وهنا عندنا يبقى تمام مسألتي كده صحيحة البنات بتمثل عمر تلاتين عامل في الشركة شايفين معايا دي كده كل البيانات دي يبقى اول حاجة هجيه دي هتحلول لوحدكم بس هفهمكم سريعا اول حاجة هنجيه المادة عندنا كام او اعلى حاجة هنا تمام دي اعلى حاجة عندنا واقل حاجة اللي هي تمام وهنبدأ بعد كده نعمل الفترات ونعمل بعد كده وبعدين هو بيقول لك مسل هنا ايه بس اللي يعني اللي هو الجدول التكراري بتاع نشوف اللي بعده هنا ايه ده بيوضح او بيسجل يعني في تلاتين مدينة جايب هنا وجايب هنا يعني عدد المدن فقول لك هنا يعني بيقول لك شكل الجدول التكراري باستخدام اللي هي الفترات طبعا هو هنا جايب لك الانتر فالز جايبها لك جاهزة جدا علشان ايه انت وانتعبش في حاجة جايب لك عندنا دي كده اول واحدة انتر فالز جايب لك دي وجايب لك عندنا دي هو جايب لك هنا من توني توني وان طب احنا اول حاجة حا��ة نجيب نحن يجيب فهو عندنا زى المكسيمم اعلى حاجة اللي هي عندنا مين هي عندنا ترتي طبعا واي زى مينيONG اللي هي ٢٢٠. يبقى عندنا كده، ٢٠. منس عندنا تمام? كده انا جبت له المدى. بعدين هوا جايبها لك. جايب هنا هو بس عمل واحدة بس. تمام? يعني يبقى لحد ما اوصل لكام اوصل لسيرتي. هكمل انا كمان يبقى عندنا كام هقول له لتواني سيفن. نحط شرطة كده. بعدين بقول له من تواني ايت لتواني ناين. لحد كام? احنا لحد سيرتي. يبقى هقول له بعد كده من سيرتي لسيرتي وان. تمام? يبقى انا كده جبت له ايه? جبت له انترفالز. بعد كده هنبدأ نرسم التابل. هل ريفين معي انا كده جاهزت التابل. قتبت هنا انترفالز وهنا فريكوانسي. وزي ما شايفين معي بالشكل ده. زبت كل الانترفالز دي نقلتها. يلا معي. من تواني لتاني وتواني وان عندنا كام? فين عندنا ما فيش طبعا? عندنا هو اول حاجة تواني وان. اللي هي تواني وان دي لحد كام مفيش. هو بقول تواني تواني وان. يبقى عندنا بس اللي هي ايه? اللي هي سري اللي هي دي. يبقى حكب هنا سري. بعدين من توني تو لتوني سري. توني تور لتوني سري عندنا اللي segmentوا مع بعض يعني فيف لاس تو ايش والسابن يعني يبقى نحط السابن هنا. طيب بعدين بقول من توني فور لتواني فايف يعني اللي هي الجزئية دي. يعني سكس براس وان برضو هيدينا السابن. طيب من توني سكس حد انت واني كام سابن اللي هي دي يعني تمام بعدين بيقول من كم عندنا اصلا مفيش بقى هي بس عندنا يبقى هقول له وبعدين ما فيش برضو يعني حكت بهنا ايه حكت بهنا خلاص يبقى كده انا خلصت التبوي بتاعي بعدين حبدأ كده اعمل الرسم زي ما علمتكم بالزبط طبعا هنا عندنا في المحور اللي هو اي اكس واي ببدأ ان انا اعمل لحد مسلا موصل تمام دي جزئية سهلة جدا ما فيش حاجة طيب تعالوا بعد كده هنا نفس الشيء بيقول عندنا وضح عندنا خمسين عامل شايفين معي برضو هنا يمكن دي مسألة جدا سهلة جدا لانه جايب عندنا هو موضحها لكم بينها لكم ما فيش اي مشكلة فيها وكمان هو جايبها لك انت بس هتعمله كله هتبدأ تعمل كده الرسمة عطول مش هتجيب اي حاجة خلص هتعمل بس وتبدأ تحط الفترات دي تحطها هنا وتحط دي هنا وتبدأ انك تمثل زي ما علمتكم بالزبط تمام تعالوا معي اخر حاجة ومعي اسئلة فطبعا هو جاب لك هنا كل تمام وبعدين بيقول لك هنا ما بين عندنا تعالوا نشوف مع بعض فين الفترة ما بين هنا هنا مفيش عندنا يعني يعاني عندنا expanding فور الحد عندنا اهي. اللي هي وعندنا هنا كمان اهو عندنا واحدة كمان اهي. وعندنا كمان واحدة اهي. يبقدر على بعض كام? على بعض تمام? طيب يقول لك هنا يقول لك هنا ده في الهيستجرام ده بيقول اقل تكرار. اقل تكرار هنا عندنا الفترة اللي هي بلون الجرين ما بين يبقى انا هختار دي. طيب يقول لك هنا كان معنا الطلاب اللي حصلوا على اكتر من شايفين معي دي الماركس اللي هي دي. عندنا اكتر من اللي هو ده. عندنا اللي هي دي البلو وعندنا دي. فدي ودي يبقى بلاس ففتي حدينا طيب بيقول ادي ايه احرز كده. تماما عشر طلاب يعني احرزوا اللي هي الدرجات دي او البيانات دي. فحب يقول لك اي واحدة من دول هي اللي هتكون صحيحة. لو رحست معي الفترات هنا عندنا هو الفترات كلها طبعا زي بعض ديها كلها واحدة. انا حلاها معاكم على طول. فين عندنا عندنا. عندنا اهو حط وبعدين في بعدين ايت. تبقى كده كده تمام? من عندنا في كما فيا giderChe ايه فين وعندنا 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 تبدو كان واحدة تمام. من لكن لو لحظتوا معي هنا كان عندنا سيفن. تمام? فلا هي خطأ هي فايف. لو لحظتوا معي هنا عندنا هنا هتلاقوها لكن هنا عندنا هو مفوت بقى زيرو لكن هنا حط سري. تمام? هنا نفس الشيء هنا طبعا نحطها صح. لكن هنا عامل ايه? دي حاملها فايف. لا هي عاملها سيفن لكن هي اصلا فايف. واخر واحدة دي اللي هي ناينتي ناينتي ناين. عندنا اهم. دول اللي بقين معي يبقى سري. لكن هنا عاملها وان. هنا عاملها زيرو. هنا عاملها تان. فهي الاجابة الصحيحة اللي هي بي. لانشوف اللي بعده. بيوضح بيوضح بيقول لك عدد المجلات اللي قرؤوها الاسبوع الماضي. الاطفال الطلاب في الفصل. بيقول لك مين بيقول بيحتوي على اقل ديتا? اقل حاجة قدامي هنا طبعا ما فيش حاجة خالص. يعني الفترة ما بين فايف لسكس. فانا هختار هنا سيم. طيب اي من الهيستجرام بيمثل عندنا اللي هي المقابلة دي. للاحظنا معي هنا عندنا الفترات ما بين عندنا بيقول ايت. انا برضو يحلها لطول. هنا عندنا لحد ايت. عندنا من ايت لدى لحد هنا عندنا سري. اه من تولف الففتين شايفين معي كام عندنا تن. تمام. هنا عندنا لحد اللي هي فايف تمام. يبقى انا هختار دي. لكن لو جينا هنا بصينا من عندنا شايفين كام عندنا هنا كام جايب فايف لكن هي اصلا ايت. هنا نفس الشي برضو جايب فايف لكن هي ايت. هنا عندنا جايب سيفن لكن هي برضو ايت. فبالتالي الاجابة الصحيحة اللي هي دي. كده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة. اتمنى لكم التوفيق والنجاح. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو.